اعزائي طلبات وطلبات السنوات العامة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقتنا لمادة الديناميكا اللي هي تعتبر رياضة تطبيقية هنتعرف النهاردة على مفهوم جديد وهو تكامل الدوال المتجاه الحلقة اللي فاتت تعرفنا على تفاضل الدوال المتجاه النهاردة بنتعرف على العكس وهو تكامل الدوال المتجاه والتكامل انت عارفين ان هي عملية عكسية للتفاضل بمعنى ان انا حيكون مديني مثلا عجلة عشان احصل على سرعة اكاملها عشان احصل على سرعة وكذلك السرعة اكاملها عشان احصل على الازاحة او متجاه الموضع تعالوا نطبق الكلام ده بالامثلة والتمرين نتابع مع بعض تعالوا نشوف كده تكامل الدوال المتجهة تكامل الدوال المتجهة وهو عكس التفاضل زي ما احنا عارفين فإذا كان نحن نشوف العلاقة ما بين العجلة والسرعة ومتجه الموضع أو الإزعى فبنون إذا كانت جيم وعين وسين وفه رموزا تستخدم لتدل على القياسات الجبرية لكل من العجلة والسرعة والموضع والإزاحة ونون اللي والزمان فإن أولا عين تساوي للسرعة تساوي تكامل العجلة جيم بالنسبة للزمان ثانيا إن سين لو متجه الموضع بيساوي تكامل السرعة بالنسبة للزمان طيب تعالوا نطبق الكلام ده مع بعض في المثال التالي بولي بدأ جوسيم حركته في خط مستقيم من نقطة الأصل بسرعة ابتدائية خمسة متر على الثانية وكانت عجلة الحركة بعد نون ثانية تعطى بالعلاقة تلاتة نون تربيع نقص واحد بيقولي أوجد كل من سرعة الجسيم وإزاحته بعد أربع ثواني من بدء الحركة طيب حنكتب أولا للعلاقة اللي هو مديني في السؤال مديني العجلة يبا جيم حاد ساوي تلاتة نون تربيع نقص واحد إحنا وعرفنا إلا علاقة ما بين العجلة والسرعة لما يكون مديني العجلة وعايز السرعة بكامل يبا السرعة هنا عين حتساوي تكامل الجيم بالنسبة للزمان نون أعوض يبا إزا عين حتساوي تكامل تلاتة نون تربيع نقص واحد بالنسبة للزمان نون يعني بالنسبة لده النون أكامل المقدار ده يبا نون تكعيب ناقص نون زائد اللي الثابت طبعا الثي هنا هو الثي اللي احنا زي ما احنا عارفينه في التكاملات ده سابت تكامل عند نون بتساوي سفر عشان نحصل على سابت التكامل اللي هو سيه بنرجع للشروط الابتدائية للمسألة بيقول لي عين ده نون بتساوي سفر عين سفر اللي هي السرعة الابتدائية اللي بتساوي عين بتساوي خمسة متر على الثانية أعوض هنا في العلاقة بتاعتي بتاعت السرعة والزمن عن النون بتساوي سفر وعين سفر اللي هي عين يعني بتساوي خمسة متر على الثانية يبقى حصل على الثابت اللي هو ثابت التكامل بيساوي خمسة نكتب العلاقة من جديد اللي هي علاقة السرعة يبقى عين حتساوي نون تكعيب ناقص نون زائد خمسة طيب نشوف الجزئية التانية من السؤال عايز بعد أربع ثوان من بدء الحركة نشوف السرعة والإزاحة نعوض يبقى بعد نون بتساوي أربع ثوان يبقى عين دكادالة فاربعة بتساوي أربع تكعيب ناقص أربع زائد خمسة يعني بتساوي خمسة وستين متر على الثانية سين اللي هو متجه الموضع أو الإزاحة يعني ممكن ده أو ده على أساس إنه الإزاحة يتغير في متجه الموضع يبقى سين حتساوي تكامل عين بالنسبة للزمن يعني حتساوي ربع نون تأس أربعة ناقص نص نون تربيع زائد خمسة نون زائد في شرطة اللي هو ثابت التكامل عشان نحصل على ثابت التكامل نرجع للشروط الابتدائية للمسالة عند نون بتساوي سفر سين بتساوي سفر لإن الجسم ما كانش تتحرك وبالتالي يبقى الثه شرطة بتساوي سفر عوض يبقى سين حتساوي ربع نون وص أربعة ناقص نص نون تربيع زائد خمسة نون بعد نون بتساوي أربعة سواء نعوض بيها يبقى سين حتساوي ربع في أربعة وص أربعة ناقص نص في أربعة تربيع زائد خمسة فاربعة يبقى سين حتساوي ستة وسبعين متر لو هو عاوز الإزاحة نعرفين إن الإزاحة هي مقدار التغير في متجاه الموضع يعني سين ناقص سفر يبقى فيه حتساوي سين ناقص سفر يعني بتساوي ستة وسبعين ناقص سفر يعني بتساوي ستة وسبعين متر هي نفسي طبعا متجاه الموضع الوسيل طيب تعالوا كده عزاء أيضا ناخد المثال التالي مع بعض بوليا تحرك جسيم في خط مستقيم مبتدئا من السكون وعلى بعد تمن أمطار من نقطة ثابتة على الخط المستقيم فإذا كانت جيم بتساوي ستة نون ناقص أربعة حيث جيم مقاسة بوحدة متر على الثانية تربيع فأوجد أولا العلاقة بين السرعة والزمن ثانيا العلاقة بين الإزاحة والزمن ثالثا الإزاحة يعني الإزاحة والسرعة بعد مضي ثانية من بدء الحركة تعالوا أولا نشوف العلاقة اللي هو مدهاني في السؤال العلاقة اللي هو مدهاني في السؤال اللي هي جيم اللي هي العجلة بتساوي ستة نون ناقص أربعة لما نكامل احنا طبعا بنزود على القس واحد ونقسم على القس الجديد زي ما احنا عارفين في قواعد التكامل يبقى هتسوي 3 نون تربيع نقص 4 نون زائد ثابت اللي هو ثابت التكامل عشان نحصل على ثابت التكامل اللي هو ث بنرجع للشروط الابتدائية المسألة هو بقولي في السؤال بقول بدأ الجسم من السكون يعني معنى كده ان العين هتسوي عين سفر هتسوي سفر عند نون بتسوي سفر لما اجع عوض في العلاقة ديان عند نون بتسوي سفر وعند العين بتسوي سفر يبقى بالتالي هيبقى ثابت التكامل بيساوي سفر يبقى صحة تسوي سفر اكتب السرعة او قانون السرعة من جديد يبقى عين حتسوي 3 نون تربيع نقص 4 نون ده كده المطلوب الاولان المطلوب التاني عايز العلاقة بين الإزاحة والزمن هنجيب الاول متجه الموضوع اللي هو سين سين احنا عارفين من القانون اللي بيساوي تكامل عين بالنسبة للزمن يعني تكامل عين ده النون نعوض عن العين يبقى تكامل 3 نون تربيع نقص 4 نون بالنسبة للزمن نون يبقى معنى كده ان سين هتساوي نون تكعيم نقص 2 نون تربيع زائد ثابت اخر وهو ثابت سين شرطة ثابت تكامل جديد عشان نحصل على ثابت التكامل اللي هو سين شرطة نرجع ايضا للشروط الابتدائية للمسألة طب هو بيقول لي هنا بدأ من السكون يبقى عند نون بتساوي سفر لكن قال لي على بعد 8 انطار يبقى معنى كده ان سين هتساوي 8 وبالتالي لما عوض يبقى فيه شرطة هتساوي 8 اكتب متجه الموضع من جديد يبقى سين هتساوي نون تكعيم نقص 2 نون تربيع زائد 8 ده كده متجه الموضع عشان نحصل على الازاحة الازاحة نقولنا ان فيه بتساوي سين نقص 2 سفر يعني فيه هتساوي نون تكعيم نقص 2 نون تربيع وده المطلوب التاني مطلوب التالت عايز الازاحة والسرعة بعد مضي ثانية من بدء الحركة هنعوض عن نون بتساوي 1 في كل من الازاحة والسرعة يبقى هنا بعد مضي 3 ثواني هنعوض عن نون بتساوي 3 ثواني يبقى عين هتساوي 3 في 3 تربيع نقص 4 في 3 يعني هتساوي 15 متر على الثانية الفيه هتساوي 3 تكعيم نقص 2 فيه 3 تربيع يعني هتساوي 9 متر يبقى احنا كده عوضنا عن نون بتساوي 3 ثواني من بداية الحركة جبنا منها السرعة والازاحة فيها طيب تعالوا كده عزاي نشوف المثال التالي بولي بدأت سيارة الحركة من السكون في خط مستقيم من نقطة ثابتة على الخط ويعطى القياس الجبري لمتجه سرعتها بعد زمن النون بالعلاقة التالية عين تساوي 3 نون تربيع زائد 2 نون حيث عين مقاسة بالمتر على الثانية ونون بالثانية بولي هنا ايه اوجد كل من عجلة الحركة وازاحة السيارة عند نون بتساوي 2 ايضا زي ما احنا اتبعنا في الامثلة اللي فاتت هنشوف نكتب العلاقة اللي هو مديني في السؤال العلاقة مديني السرعة بالزمن يبقى هنكتب عين حتساوي 3 نون تربيع زائد 2 نون عشان نجيب العجلة بنشتق السرعة يبقى عين حتساوي ده العين على ده النون يعني بتساوي 6 نون زي ده 2 لكن عشان نجيب المتجه الموضع الوسين بيساوي تكامل السرعة بالنسبة للزمن يبقى هنا ناخد بالنا كويس قوي من الفرق فرق اننا لما يكون مديني سرعة وعايز عجلة يبقى بشتق لكن لو مديني سرعة وعايز متجه موضع او ازاحة يبقى بكامل ناخد بالنا كويس قوي من الفرق المبين الاثنين يبقى هنا سين حتساوي تكامل 3 نون تربيع زائد 2 نون بالنسبة للزمن نون يبقى ازا سين حتساوي نون تكعيم زائد نون تربيع زائد الثق اللي هو ثابت التكامل عشان نجيب ثابت التكامل نرجع للشروط اللي ابتدائية للمسالة عنده وبدأ من السكون من السكون يعني نون بتساوي صفر وعين في اللحظة دي كان بتساوي صفر لان عين هتساوي عين صفر وبتساوي صفر لما نعواب بها في العلاقة اللي هي عين هتساوي يبقى من الحالة دي هتساوي الصفر وبالتالي يبقى سين هتساوي نون تكعيم زائد نون تربيع كده حصلنا على منتج الموضع سين بتساوي نون تكعيم زائد نون تربيع عشان أجيب الإزاحة يعني هتساوي نون تكعيم زائد نون تربيع نعوب بعد نون بتساوي اتنين ثانية يبقى جيم هتساوي ستة في اتنين زائد اتنين يعني بتساوي 14 متر على سينة تربيع والإزاحة أيضاً فيها هتساوي 2 تكعيب زائد 2 تربيع يعني بتساوي 12 متر أيضاً ممكن المثال ده اللي هو الإزاحة نقدر نحلها بحل آخر إيه الحل الآخر؟ إن احنا هنستخدم فيه التكامل المحدود طبعاً احنا درسنا التكامل المحدود في التكامل هنشوف ده نطبقه إزاي في التكامل المحدود إن أنا عندي الفيهة اللي هي الإزاحة هتساوي تكامل محدود من 0 إلى 2 لمين للسرعة بالنسبة للزمان يعني تكامل من 0 إلى 2 ل3 نون تربيع زائد 2 نون بالنسبة لده النون تكامل 3 نون اللي هو القوس 3 نون تربيع زائد 2 نون اللي هو عبارة عن نون تكعيب زائد نون تربيع والتكامل المحدود من 0 إلى 2 يعني مرة بعوض عن النون بتساوي 2 ومرة عن نون بتساوي 0 وأطرح الأولى نقص التالي فلما نعوض عن نون بتساوي 2 ونعوض عن نون بتساوي 0 واطرح الأتنين من بعض يبقى هحصل على الفيهة تساوي 12 متر أيضا نفس الإجابة اللي فاتت طيب تعالوا عزائي أيضا نشوف مع بعض المثال التالي بول جسيمة تحرك في خط مستقيم بحيث كان القياس الجبري لسرعته وعين يعطى كدالة في الزمن بالعلاقة عين تساوي 6 نون تربيع ناص 24 حيث عين مقاسة بواحدة متر على الثانية بقول لي أوجد متى تصل سرعة الجسيم 72 متر على الثانية ثم أوجد مقدار عجلة الجسيم عند إذن وكذلك أوجد مقدار الإزاحة خلال الفترة الزمنية من 1 إلى 3 طيب تعالوا نكتب العلاقة بتاعتنا أول حاجة عين بتساوي 6 نون تربيع ناص 24 عندما تبلغ أو يبلغ سرعة الجسيم 72 متر على الثانية هنعوض بيها يبقى أنا عندي 6 نون تربيع ناص 24 هيساوي 72 ومن هنا نقدر نحصل على الزمن نون يبقى نون تربيع حتساوي 16 وبالتالي يبقى نون هتساوي 4 سوان طيب أنا عندي العلاقة عشان أجيب العجلة العجلة بتساوي ده العين على ده النون هنشتاق هنشتاق السرعة بالنسبة للزمن يعني هتساوي 12 نون عند نون بتساوي 4 سوان هنعوض عن جيم يبقى هنا جيم بتساوي 12 فاربعة يعني بتساوي 48 متر على الثانية تربيع طب هنا عايز مقدار الإزاحة خلال الفترة الزمنية نون بتنتمي للفترة الزمنية اللي هي واحد وثلاثة هنستخدم هنا إيه؟ نستخدم هنا علاقة التكامل المحدود يبقى فيه هنا إيه الإزاحة هتساوي تكامل المحدود من 1 إلى 3 ليه عين بالنسبة للزمن تعالوا نكامل هنكامل اللي هو العين اللي هو عبارة عن تكامل 6 نون تربيع نص 24 هنكاملها بالنسبة للزمن نون اللي هيساوي 2 نون تكايم ناقص 24 نون وطبعا ده تكامل محدود من 1 إلى 3 لأنه بيقولي في الفترة من 1 إلى 3 هنعوض مرة عن نون بتساوي 3 ومرة عن نون بتساوي طبعا إحنا عارفين كويس قوي إنه التكامل المحدود ما نضعش سابت تكامل ما فيش سابت تكامل لأنه بنعوض بنعوض عن اللي هو القيمة اللي هي اللي فوق ناقص القيمة اللي تحت يعني هنعوض عن نون بتلاتة ونون بتساوي واحد ونترحبهم بعض تعالوا نعوض مع بعض يبقى 2 هتساوي 2 في 3 تكايم ناقص 24 في 3 ده الجزء الأول لما نون بتساوي 3 ناقص الجزء الثاني لما نون بتساوي واحد يبقى 2 في 1 تكايم ناقص 24 في 1 الكلام ده هنجمع ونبسط المقدار هيدينا 4 متر يبقى كده بالنسبة حصلنا على الإزاحة خلال الفترة من نون بتساوي واحد إلى 3 تعالوا أيضا أعزائي نشوف مع بعض المثال التالي بقول بدأت سيارة حركتها من السكون في خط مستقيم من نقطة ثابتة على الخط ويغطى القياس الجبري لمتجه سرعتها بعد زمن نون بالعلاقة عين حتساوي 3 نون تربيع ناقص 6 نون حيث عين مقاسة بوحدة متر الثانية ونون مقاسة بالثانية المطلوب هنا بيقول لي أوجد كل من متجه السرعة المتوسطة والسرعة المتوسطة خلال الفترة الزمنية من نون بتساوي 0 إلى نون بتساوي 4 يبقى من 0 إلى 4 طبعا هنا عزائي بنشوف أولا الفترة اللي هي من 0 إلى 4 هل السيارة دي انغيرت حركتها أم لا هنشوف الكلام ده من خلال من خلال مفهومنا لبحث إشارة الدلة بحث إشارة الدلة اللي هي إشارة الدلة عين اللي هي الصرعة بتاعة الصرعة فحنكتب العلاقة بتاعة اللي هي عين بتساوي 3 نون تربيع ناقص 6 نون يعني معنى كده أن أنا ممكن أخذ عامل مشتركي بعين حتساوي 3 نون في نون ناقص 2 طب ليه بأخذ عامل مشترك عشان أحل المقدار ده أساوي بالسفر وطلع قيم نون اللي هي ممكن أن يتغير عندها أو السيارة حركتها عند عين بتساوي 0 يبقى إما نون بتساوي 0 أو نون تساوي 2 زي ما احنا شايفين هو في خط العداد هنبحث إشارة الدلة اللي هي عين نون نبحث إشارتها عنده نون بتساوي 0 ونون بتساوي 2 في الفترات دي يبقى هنا هنرجع ليه اللي هو بحث الإشارة السيارة عندي زي ما احنا شايفين هتغير من اتجاه حركتها بعد 2 ثانية وطبعا ده واضح ببحث إشارة الدلة عين نون زي ما احنا شايفين طيب تعالوا كده نشوف منحنة السرعة والزمن كما بالشكل عندي فيه هتساوي تكامل تكامل اللي عندا العين بالنسبة للزمن تكامل محدود من 0 إلى 4 لأن الفترة عندي من 0 إلى 4 يعني تكامل 3 نون تربيع ناقص 6 نون بالنسبة للزمن من الفترة من 0 إلى 4 هنكامل المغدار تكامل المغدار اللي هو عبارة عن نون تكايب ناقص 3 نون تربيع والتكامل زي ما احنا قلنا محدود من سفر الى اربعة نعوض مرة عن نوم بتساوي اربعة ومرة عن نوم من سفر ونترحل اتنين من بعض يبقى فيه حتى تساوي تعالوا نعوض كده يبقى فيه حتى تساوي اربعة تكايب ناقص ثلاثة فاربعة تربية ده كده لما عوضنا عن النوم باربعة ناقص لما نعوض عن نوم بسفر حيدينا فيه بتساوي سفر وبالتالي لما اطرح المقدار هحصل على فيه حتى تساوي ستاشر طيب تعالوا كده نجيب متجه السرعة المتوسطة متجه السرعة المتوسطة اللي هو عين ميم اللي بيساوي متجه الازاحة على الزمن يعني ستاشر ايه على اربعة يعني حيساوي اربعة في اتجاه متجه الوحدة ايه اللي احنا وغدينه في اتجاه في الشكل اللي هو قدام حيثو ايه متجه وحدة في اتجاه الحركة ويكون القياس الجابري المتجه السرعة لو عايز المكاس الجابري متجه للسرعة المتوسطة حيساوي اربعة متر على الثانية طيب تعالوا كده عشان نحصل على المسافة المقطوعة خلال الفترة الزمنية من سفر الى اربعة يعني نون تنتمي لسفر الاربعة تعالوا نكتف فيه الفيه احنا عارفين اللقم بين الفيه والسرعة اللي هي تكامل السرعة يبقى فيها تساوي انا عندي فترتين من سفر الى اتنين ومن اتنين الى اربعة يبقى فيها تساوي تكامل عين بالنسبة للزمن من سفر الى اتنين زائد تكامل العين بالنسبة للزمن من اتنين الى اربعة على فترتين زي ما احنا قلنا يبقى حيساوي من سفر الاثنين تكامل من سفر الاثنين لتلاتة نون تربيع نقص ستة نون بالنسبة للزمن زائد التكامل من اثنين الى اربعة لتلاتة نون تربيع نقص ستة نون بالنسبة للزمن القوس الاول عبارة عن نون تكعيب نقص ستة نون تربيع هنعوض من سفر الاثنين زائد القوس التاني عبارة عن نون تكعيب نقص ستة نون تربيع بس هنعوض من اثنين الى اربعة لما نجي نعوض يبقى هالقز الأول حيساوي 8 ناقص 12 زائد القز الثاني هيبقى 64 ناقص 48 نجمع المقدار يبقى الفيحة تساوي 12 متر طيب هو عايز السرعة المتوسطة وطبعا احنا فيه من الفرق هنا بين متجه السرعة المتوسطة والسرعة المتوسطة السرعة المتوسطة هتساوي 12 على 4 اللي هو مقدار الازاحة على مقدار الفترة الزمنية اللي هي 4 يبقى حيساوي 3 متر على السنة تعالوا عزاء ايضا نشوف مع بعض المسائل التالي بولي جسيم يتحرك في خط مستقيم بسرعة ابتدائية قدرها 8 متر على الثانية من نقطة ثابتة على الخط المستقيم بحيث كانت جيم بتساوي 40 فيه قس سالبسين بولي اوجد اولا عين تربيع بدلالة سين ثانيا سين عندما عين تساوي 10 متر على الثانية ثالثا اقصى سرعة للجسيم تعالوا كده نشوف الكلام ده اول حاجة زي ما احنا اتفاقنا بنكتب العلاقة بتاعتنا اللي هو مدهاني في السؤال يبقى انا عندي جيم حتساوي 40 فيه قس سالبسين ده علاقة ما بين العجلة وما بين المنتجه الموضع اللي هو سين وطبعا احنا عارفين العلاقة اللي تربط ما بين العجلة ومتجه الموضع والسرعة اللي هي العلاقة الهمة جدا اللي هي هنكتبها مع بعض تكامل جيم بالنسبة لده السين بيسوي تكامل العين بالنسبة العين هنكامل الطرف نعوض ونكامل الطرف الايمن ونكامل الطرف الايزر وناخد بنا من حدود التكامل هتبقى للشروط اللي هو الداني في السؤال يبقى انا عندي 40 فيه تكامل من سفر السين للدلة اللي هي هي قس سالب سين بالنسبة لده السين هتسوي تكامل الطرف الايصر اللي يتكامل من 8 الى عين ليه السرع عين بالنسبة لعين طبعا هنا ليه قلتا 8 اللي ان دي السرع الابتدائية اللي هو اللي علاها في المسألة بيبدأ بزرع عبتدائية 8 تعالوا نكامل الطرفين تكامل الطرفين تكامل الطرف الايمن يبقى عبارة عن سالب 40 فيه قس سالب سين تكامل من سفر الى سين تكامل الطرف الايصر يبقى عبارة عن نص في عين تربيع من 8 الى عين هنعوض عن حدود التكامل زي ما احنا عارفين يبقى سالب 40 فيه قس سالب سين نقص واحد الكلام ده بيسوي الطرف الايصر اللي هي نص في عين تربيع ناقص 64 نبسط العلاقة يبقى سالب 80 مضروبة في هي أس سالب سين ناقص 1 الكلام ده بيسوي عين تربيع ناقص 64 أيضا نختصر المقدار يبقى عندي عين تربيع بتسوي 144 ناقص 80 في هي أس سالب سين ودي العلاقة اللي تربط ما بين العين والسين ودي العلاقة المطلوبة أولا نشوف ثانيا عندما عين تسوي 10 متر على الثانية هنعوض بيها في المقدار ده يبقى 10 تربيع هتسوي 144 ناقص 80 في هي أس سالب سين يعني معنى كده إن 80 هي أس سالب سين هتسوي 44 يبقى معنى كده إن الهي أس سالب سين هتسوي 44 على 80 لما اختصر هيبقى 11 على 20 طيب عايزين نجيب العلاقة اللي هي هي أس سين بالقص الموجة بيبقى هي أس سين اللي هتسوي طبعا المقلوب زي ما احنا عارفين اللي هي أس سين هتسوي 20 على 11 طب عشان أجيب السين يبقى هتستخدم هنا اللغاريتنا يبقى سين هتسوي لغاريتنا 20 على 11 للأساس هي وطبعا دي العلاقة اللي هتربط السين أو قيمة السين عندما عين تسوي 10 متر على السين يبقى سين هتسوي لغاريتنا 20 على 11 للأساس هي متر ده المطلوب الثاني تعالوا نجيب عشان نحصل على أقصى سرعة هنعوض هنا عندي عين تربية حتسوي 144 ناقص 80 هي أس سالب سين اللي هي العلاقة اللي هنحصلنا عليها اللي هتسوي 144 ناقص 80 على هي أسسين عشان نحصل على أقصى سرعة يبقى هي أسسين هتكون أكبر من السفر اللي جميع قيم سين وبالتالي يبقى 80 على هي أسسين هتكون أكبر أو تقول إلى السفر امتى عندما هي أسسين تقول إلى مالا نهاية لو أنا عوضت عن المقدار ده في العلاقة بتاعت السرعة السرعة عين تربيع يبقى عين تربيع حتسوي 144 وبالتالي أقدر أحصل على أقصى سرعة اللي يعين اللي بتساوي 12 متر على الثانية وده المطلوب الثالث بكده عزانكم وصلنا إلى نهاية حلقيتنا النهاردة أشكركم على حسن متابعتكم وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لكم مني أطرب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة